عناية في البشرة دهون تطلع من فرط الراس يجمع مكياج النساء يجمع العرق واللعاب وكل هذه الأمور عبارة عن بيئة خصبة لتجمع الفطريات والبكتيري اللي تسبب حبوب ودمامل في البشرة شو المفروض نسوي أنا أقول لكم شو تسوي تغيرون غطى المخدة مرة في الأسبوع الناس يطلع المحبوب دائما في بشرتهم خلوهم مرتين في الأسبوع والنساء اللي ينامون بمكياجهم ثلاث مرات في الأسبوع تبديل مستمر حي المهم وطبعاً لو تبدلون الشراشف ما تسيريه مرة واحدة يكون أفضل وأفضل وبالنسبة لنوعية القماش غطى المخدة كل ما كان أنعم فيه حرير يكون أفضل لأنه راح يمتص المكياج والمستحضرات اللي تجمع البكتيريا والجراثيم بشكل أقل أيضاً راح يكون احتكاك الوجه جنب الوجه هذا هنا وهني أقل في المخدة فراه يطلع حبوب أقل في أجناب الوجه أيضاً ثيري وايز على المدى البعيد أنصحكم تبديل غطى المخدة مرة في الأسبوع الناس طلع لمحبوب أكثر بكثرة مرتين في الأسبوع النساء ينامون في المكياج بالليل يبدلون ثلاث مرات في الأسبوع على حسب الاستخدام الشخص وتبدلون بعد غطى السرير نفسه والشراشف أفضل وأفضل طبعاً بالنسبة لنوعية القماش شمالة الغطى المخدة كل ما كانت أنعم فيها حرير يكون أفضل لأن الحرير ناعم يمتص أي مستحضرات يمكن جمع الجراثيم بنسبة أقل الشي الثاني احتكاكها في الوجه راح يكون أقل فخاصة الناس طلع لمحبوب في الجنب الجنب الوجه هنا دائماً يكون من احتكاك القوة بالمخدة تكون خشنة ونسمي هذا النوع من الحبوب أكلي ميكانيكا فكل ما كانت غطى المخدة يكون أنعم كل ما كان أفضل في ظهور الحبوب في أجناب الوجه فمثل هذه الأمور مهمة انتبهوا لها وطبعاً حتى ما تكون أنعم غطى المخدة والقماش ويكون أنعم في روايز عن المدى البعيد يقلل انتفاخات الوجه يقلل التجاعد فهذه الأمور والجراءات حي المهمة إذا شفتوا أن هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة وإشارة منكم لنا أن نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات أكثر شوفكم على خير